تمكنت الفرق الهندسية في الجيش الوطني من ضبط الغام مموه على حسب طبيعة الأرض وأخرى شديدة الانفجار تضعها ميليشيا الحوثي الإيرانية الإنقلابية بعد انسحابها من جبهة القتال لإعاقة تقدم الجيش الوطني في تلك المنطقة أهلا بكم في هذا الجزء من هذه الجولة بعد أن اطلعنا مع القائد على ماذا تم في جبهة البيضاء نتواجد كذلك لنكتشف ماذا تم العثور عليه في هذه الجبهة هذا العدد الكبير من المتفجرات من الألغام من أدوات القتل هي ما يتواجد في هذه اللحظات بجولتي التي واصل فيها لتعرف على أحد المسؤولي في هذا الموقع عرفنا منفسك خلص سمعت السلام الخولاني أهلا وسهلا سعادة ملازم ماذا وجدتم وأنتم تطهرون المناطق في البيضاء وريني اشرح للناس وجدنا أولا نرحب بكم ونشرح تواجد الألغام وأنواعها وأماكن تواجدها وجدنا هذه الألغام مموهة على طبيعة الأرض التي يتم السيطرة عليها من قبل ميليشتر الإنقلاب وهذه عبوات عربات خاصة بالعربات طبعا هذه عبوات موجهة تسمى موجهة تزرع على أماكن وجنبات الطريق هذه عبوات تلفزيونية عبوات تلفزيونية قد تزرع على جنبات الطريق أو بين الحشائش أو الأشجار وأيضا تزرع ما بين تغلف وتزرع في عبوات ناسف موهة هذه عبوات موجهة بالتلفون أو مؤقتة بالتلفون صناعة محلية في علب فول هذا ما تنتجهه المسيرة القرآنية أو الشيطانية طبعا مع الدواسات قبل الدواسات العبوات شديدة الانفجار الخاصة بالعبارات والجسور والمباني التي يتم وضعها بعد انسحابهم لإعاقة تقدم الجيش الوطني هذه التعليمات دواسات دواسات موصولة خاصة نعم هذه دواسات بالأرض للأفراد أفراد وعربات يعني سؤالي للأخير كم العدد تقريباً الذي يوجد من هذه الأنواع المختلفة من هذه القنابل لا يمكن أن نحصرها لأن العدد كبير جداً هذا جزء بسيط من ما قد تم نزعه في السابق ومسدر إلى أماكن الاقتصاص هم يقاتلون من أجل عدم الانسحاب ولكن عندما ينسحبون أو يقتلون يكون المكان مفافق بالفعل أشكرك شكراً جزيلاً بقي أن أقول بأن هناك تعليمات وضعت على هذه الدواسة المعدلة التفجير إفحصها بعد النقل وصلها بصاعق خارج العبوة وزرعها ولا تضع الصاعق في العبوة إذا كان الغلاف بثقوب فسوف تتعرض للثقب إذن هي تعليمات ليست لزراعة شجرة وليست لزراعة لحياء أمل وإنما لقتل ولا شيء غير القتل